هي واحدة عايزة الجر شكلنا اول ما عدينا راح الزابط موقفنا انا مش عارفة قدية عليها بايه من اسبوعين حجزت عن الدكتور الاسنين اللي انا بتبع عنده من وقت ما كنت لسه بابدل اسنيني من وقت ما كنا كلنا في مدينة سماه 15 مايو بعد حلوان كده وبعدين نقل المعادي في عيادة وانا هنا بقالي في كتوبر حوالي 7 سنين ورغم كده كنت وراه في اي عيادة بيروحها او اي مكان بيروحه ان انا طبيعة اسنيني بتبقى محتاج بيبقى اسنين جراح يعني انا قبل كده حبيتها تابع مع حد يبقى قريب هنا عشان العيال وكده فقال لي لا انت انا مش هعرف اشتغلك في دروسك دي عشان انا دروسي بتطلع مدفونة كده تحت الليسة دايما بيحصل كرح والتهابات في الليسة وحاجات كده بعيدة عن التسوص العادي للاسنين فلما بيجي لي وجع في اسنيني بيبهدلني بالمعنى الحرفي الكلمة حجزنا من اسبوعين كان في مواعيد تانية قبل كده بس اللي هو الساعة اربعة الساعة خمسة فعلنا نقول لها لا احنا محتاجين معادي يبقى بدري عشان هنودي الاولاد الحضانة وهنيجي عليكم على طول وهنروح تاني بدري يعني مش عايزين الاولاد يبقوا موجودين معنا ويعملوا قلق ودوشة وكده للناس المرضى عشان اخد المعاد ده بقى قعدت اسبوعين مستنية دوري وانا كان بقى الدرس اللي فيه مشكلة محتاج حشو عصب ده غير قبل ما اروح له بيومين بالظبط جالي كرحة كده تحت لساني ولا عارف اكل ولا اشرب ولا اتكلم اصلا بس حين الصبح صحيح مساعة تبني الصبح جهزت كل حاجة الاولاد لبسناهم نزلناهم الحضانة سليم وفيروت واخدنا معانا نيلي وهي اصلا تعبانة بتاخد جلسات كل اربع ساعات والد وقتها كان عنده شغل اخد اجازة طب خلاص انا ما انت اخدت اجازة كده كده قعد بيها وانا هاخد اوبر واروح بيه فقال لي لا وازاي سيبك في موقف زي كده هتبقي دايخة ومش عارفة ايه من البنج اجي معاك احسن واحنا كده ولا كده مسافة السكة وعبال ما نروح له ونيجي على طول وانزلنا فعلا ودينا الاولاد الحضانة اتصلنا بالسكرتيرا اللي هناك وانا لا احنا جايين في الطريق ممكن تبعت لنا اللوكيشن قالت له لا بص انت هتمشي كذا كذا وتدخل كذا قال لا لا ما عايش بعتيني اللوكيشن قالت له لا اصلحنا عند محل كذا في شارع ايه في المعادي فاتعالا علي قالها يا فاندم ما توصف ليش احنا جايين من اكتوبر فاحنا مش عارفين اللي انت بتوصفي ده مش عايزين نفضل نلف طب خاصت عايز اللوكيشن يا اقل لها اقعيز اللوكيشن لانها بعتت اللوكيشن مشينا على اللوكيشن نتحركين من هنا الساعة 10 الصبح وصلنا في اللوكيشن اللي هي بعتاه الساعة 11 فبنكلمها بنقول لها احنا قدام ابو مازن سوري اللي انت بعتقلنا عند اللوكيشن بس مش دي المنطقة اللي احنا جينا فيها قبل كده ان احنا رحنا له قبل كده مرة واحدة بس هو كان في المعادي بس في مكان تاني وسطر ربنا لما رحنا له من شهر ونص كده ان كان حد نازل من العمارة وقالنا إيه اللي جايبكو هنا فقالنا له جايين لدكتور كذا فقالنا لا ده نقل بقيل وشهرين تعالوا هنا كده ولا كده رايح عند مكان العادة امشوا ورايا ومشينا وراه وطلعنا والدنيا يمشي تمام بس قلنا بعد كده مش عايزين نفضل نلف بقى السبع لفات روح عند العادة القديمة ونتحرك من عندها العادة الجديدة الشوارع تبقى مقصرة وزحمة وعربيات راكنا فوق بعض وبيبقى الموضوع صعب جدا يعني وصلنا في اللوكيشن اللي هي بعتقس 11 الصبح بنكلمها بنقول لها احنا في المنطقة دي احنا جينا قبل كده مرة واحدة ومش هي دي المنطقة اللي احنا رحنا قبل كده هو فين العيادة بالضبط وصفين لنا كده من مكان ما احنا وقفين قاعدت تقول لأ اصل انتوا كده رحتوا عند ابو ميزن السوري التاني مش دالنا نقصده يا فنم طب ابعتنا اللوكيشن من المكان اللي انت فيه ما انا بعتلكوا اللوكيشن هابعته تاني ليه المهم من هنا لهنا قاعدت تقول لأنا مش عارفة ابعتلكوا اللوكيشن اسأله على شارع النصر في المعادي وتعالوا ومن هنا بقى هابقى وصف لكم خرجنا كده بره المعادي وعايزين ندخل تاني بقى عشان نوصل لشارع النصر ده كتبنا بقى على جوجل مات عربية كده معدية معنا فاحنا مش عارفين ان ده عكسي اصلا اول ما عدينا رح الزابط موقفنا احنا العربيتين احنا شايفين حد معدية فعدينا معايا مش عارفين بقى انت عكس ولا مش عكس رح الزابط موقفنا فساطا ربنا بقى انه ايه العربية اللي كانت معدية معايا عكس زيه طلعت جريت من الزابط فطبع الحرق دمه فمن اللي في وشه احنا يا امي هديك يرضيك احنا تايهين هنا اصلا احنا جايين من اكتوبر ويعني تايهين مش عارفين نوصل لعادة ونتأخر على معادة الدكتور مفيش قال هاسحب منك الرخص فين وفين بعانه موقفنا كتير ويعدي عربياته بتاع ازاي مش عارف ان ده عكس بس في الرخص لقى ان احنا فعلا من اكتوبر وقال له انتو من اكتوبر فعلا تقول لي جايبكو هنا قال له احنا جاينا عشان دكتور قل طب خلاص احسابها لك المخالفة خلاص المخالفة دي في حدوة 4500 جنيه كده دفينا ودخلنا المعادي واصلين عندها الساعة 12 الى ربع وانا معادي اصلا 11 ونص واحنا في المعادي اساسا من الساعة 11 فتخيلوا حد رايح تعبان انا مش عارفة افتحبوقي اصلا انا معارفة اتكلم وكان عندي ومتبهدلة وما كنتش بنزل من البيت وتعب نيلي كمان والجلسات اللي بتاخدها مش عارفة تحرط خالوا بقى حد بالحالة دي كلها جايين في الحر وفي الزحمة ونيلي خلاص بقى ابتدت ان هي تزن بقى ونفسها قفل طبعا مفروض نبقى عزين في البيت وبتاخد الجلسات طيلي انا اول ما دخلنا العيادة قالها يا فندم افتحي لي اللوكيشن اللي انتي بعته لنا ده انا بعتلك اللوكيشن مزبوط طيب افتحي اللوكيشن اللي انت بعتاه انت وديتينه عند ابو ميزن السوري ده في اخر المعادي ولا ايه اللي انت بتوصفيه ده تحت العيادة على طول واحنا جينا وطهنا احنا اول ما طلعنا اصلا احنا عملنا سيف لوكيشن بس الموقف يحرق الدم فلا هو اكيد مش هندخل يعني نقعد بقى نسلم عليها ولا كأن حاجة حصلت دخلنا فوليد بيقول لها افتحي اللوكيشن اللي انت بعتاه جايب لنا من مكان العيادة اللي احنا فيه والمكان اللي هيك هتبعته لنا 9 دقيق التسع دقيق دول احنا خدناهم ساعة لربع عشان نعرف نوصل لمكان العيادة قال لها حاضر بتتكلمي كده لها قدت له انا بحاول امتصغ غضبك تمتصغ غضب انت كده تستفزينا اكتر طيب ماشي بس انا بعتلك اللوكيشن سيح وببص عارفين الناس اللي بنوع لتكلمها تقعدت وبص كده في السقف فين وفين لما قالت اه اصلا بفهمش في اللوكيشن طبنا يا بني قدمة ما تقولي من الاول ان انت ما بتفهمش في اللوكيشن كنا احنا دورنا بطريقتنا اديل اي حد تاني يبعت لنا اسألي اي حد مش عيب والله ولا حرام ولا اي حاجة لقناها ايه بتقول السيزارانيا السيزارانيا ورحت مدخلة السيزارانيا قابلينا واحنا معامنا 11.5 و جايين 12 لربع والتأخير بسببها السيزارانيا دخلت قعدت ساعة لربع وقفين لحد 12.5 بالبيت لان هي مش عايزة تسكت ايه فهمين عمين يبدل بقى انا ووليد يتمشى بيها رايحين جايين قدام الناس عم يتفرجوا عليها مش عايزة تسكت مش عارفة تتنفس وفي نفس الوقت المكان بقى ايه بالنسبة لها خنقة فمش عايزة تسكت فانا عمالة قاب بيها شوية وانا اصلا ركبهم الشيلاني اساسا في اليوم ده والد يقاب بيها شوية انا انا عايزة ادخل للدكتور رحت ايه بصيتلي كانتلي مش هتدخلي بالبيبي جوا مردتش لا راح اصلا هستيبها في الشارع هستيبها على السلم مثلا عشان ندخل للدكتور ولا هنعمل ايه راح وليد رد قال لها انا هدخله الواحد ذي الاول لا استاذة مريم هتدخل الاول بعدين انت تدخل تشتكي للدكتور قال لها لا هدخل للدكتور قبل ما مريم تدخل قال له طمش وفعلا دخلته الدكتور وليد بقى كان شايد بقى الاخر المهم دخلت الدكتور قال له ايه ده وفي ايه وانا حصل فراح قال له بعتتليه ان كشان غلط في منتهى البرود ومصممة حتى ما تعتذرش بقيتش حتى انا اسفة ان انا بعتلكوا اللوكيشن غلط فاليد قال للدكتور حصل كذا 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 واللوكيشن ده غلط وانحنا كده وانا كده عملنا له سيف خلاص عن موبايل عما نيجي تاني لكن عشان محدش يتوه فقال له افعل ومشكلة دي حصلت مع كذا حد واحنا هنصلح اللوكيشن وهده وما حصلش حاجه وبتاع وخلاص ودخلت والدكتور قعد قولي وفي ايه ومالك وقعدت اقول له درس العصر قال لي طب خلاص انا مش عارف اشتغل في بقك وكده عشان الكرح والالتهابات والحاجات دي فهيبقى ضغط قوي لو اشتغلنا في كل مرة واحدة قال لي خلاص ندي مضاد الاول نهدل الالتهابات والكرح دي بعد كي هنشتغل في الدرس بعد اذن كسبلنا رقم جوزك وحنا هنبعتوكو اللوكيشن ونعتذلكو مش عارف ايه دخلس يا دكتور مش مستعني خلاص الموقف عده وقلنا لها الحاجزة كمان اسبوعين حجزت لنا المعد ومشينا روحنا متصلوش اليوم ده ولا بعتلنا اي حاجة فريد بيقول لي مش انا قلتلك وحدش هيتصل دي واضح ان هي ايه زي بقول لك كده ايه يعني البجاحة دي مبتبقاش كده منفراغة البجاحة دي بيبقى وراها ان هي وثقة حتى لو هي مثلا اتكلمت ببرود او عملت حاجة وحشة مع اي مريض او اي حاجة ان هي كده كده مش هتتأذي جت تاني يوم بعتت لنا رسالة السلام عليكم عيادة دكتور كزا تم التأكد من موقع العيادة على الخريطة جوجل برجاء مراعاة الدكة في الحديث وعدم الانفعال في العيادة اي واحدة عايزة جر شكلنا عارفين لما حد يبقى عايز يستفزك يعني عدم الانفعال في العيادة معلش يعني انفعل في البيت وجيلك ولا انزلها بفعل تحت في الشارع واطلعلك ولا يعني ايه يعني المفروض ان احنا ندخل كده نحسس عليها مثلا اول ما ندخل بعد كل اللي احنا شوفناه ده ولا ايه اللي يحصل بالزبط فالمهم طبعا وليد ما اسكت لاش خلاص بقى انت المصرة بقى ان انت تستفزينا فعلا وليد قال لها هو مين اللي بعت الرسالة دي مردتش طبعا فقال لها دل اعتذار بتاعكم تمام المرة الجاي هعرفك اللي انفعال اللي بجد عشان لسه بتقوحي برده طبعا ولا كنا نروح نعمل مشكلة ولا اي حاجة مشان نروح بعد اسبوعين بقى نتكلم فى حاجة فاتت خلاص بس بنقول لها كده عشان متتكلمش كده يعني انت متعرفش تعتذلي وتسكوتي لا هي مصمما اللي بعت ايه اللي هو اصلا غلط انه صح ونها مغلطتش احد بعتلنا الدكتور بيبلغ حضرتك بالرسالة دي تم الغاء التعامل نهائيا وتم الغاء الحجز دكتور بتابع معايا من ايام ما كنت ببدل فأسناني وانا مش رايحة بيوتي سالون ولا رايحة كوافير عشان تم الغاء الحجز ومجيش تاني ده تعامل مع مريض يعني مش اي حد يبقى فوش المريض يعني بقولك فيه القانون وفيه روح القانون انت بالنسبة لك اللي بيتأخر بتلطعيه حالة حالتين وبعد كده تدخليه احنا متأخرين بسببها وعصب يعني مش درسة عادي تسوي سعيد اللي هو بق الميا كان بيسمع وهي مفيش اي احساس خالص خالص والحد اخر اللحظة بتقوح اللي حصل ده حاجتين يا اما هي حقنة دخلت بقى ايه سخن الدكتور علينا ده هيجوا يعملوا قلق ومشاكل فما نجيبهمش تاني فقال لها خلاص عارفين بقى الباب اللي يجيلك منه ريح سده واستريح يا اما هي بعتت الرسالة دي من وراء وواليد قال لي انا هبعت لا قول لها انا عايز الدكتور يكلمني بنفسه ويقول لي الكلام ده ما مش طبيعي قلت له لأ متبعتش حاجة خلاص بابا قال لي طب انا عرف ناسي عرفوه كده انا هكلمهولك وكده وتروحي طيب انا مش عايزة بقى موجودة في مكان في بني قدمة مريدة بالمنظر ده مش عايزة تعترب بغلطها مش عايزة حتى تقول لنا انا اسفة معلش ارتاحوا انا هدخلكوا دلوقتي عشان انتوا تأخرتوا بسبب مفيش احساس عشان انا متبهدلة بسبب درسي وحلوني بقى عبر ملايه الدكتور وارتاح معاه ويبتدي اشتغلي في درس عصب ويعالج لي الكرح وكده شغلينا الموضوع انتهى بس انا يعني على قد كل وجع اتواجعته في اليوم ده وحرقة الدم والبهدلة اللي شفناها بالبت ربنا ينتقم منها سلام